دعونا نذهب معك لحاجة تانية هو ليفر بول والدوري الإنجليزي عمتاً محمد صلاحة يعني عنده ماتش النهاردة مهم جداً مع تشيلسي شايف ازاي المباراة دي النهاردة كمان ساعة ستة وربع هتكون جاي النهاردة تشيلس طبعاً ده نهائي كاس الابتحاد بعيداً عن دوري الإنجليز شوية ولكن طبعاً الدوري الإنجليزي مش عايزة زعن الناس وقالهم أصبح شبه محصوم شوية للسيتي للأسف بسبب تعثر ليفر بول أمامته تنهام في المباراة القبل الأخيرة قبل فوزهم على أستون فيلا طبعاً محمد صلاح بدأ مش عايزة المستوارة متراجعة عشان الناس ما تزعلش أو تقلق بس ده طبيعي جداً من أن صلاح بيسافر وبيروح وبييجي والمنتخب وكاس الأمم وتصفى كاس عالم وليفر بول ودوري أبطال أوروبا فصعب جداً حتى كلوب بدأ يريح قبل من نروح للنهائي كاس الالتحاد الإنجليزي اللي بسانت تكلمت عنه بتتبع زي تصراحات محمد صلاح الأخير بص محمد صلاح بيتكلم عليه ضغطات شديدة جداً جداً عليه ضغطات هنا هنا من داخل مصر في بعض الأصوات بتتحدث عن تراجع مستوى محمد صلاح وده بيزعله على مستوى منتخب مصر لأنه بيتابع بيتابع سامح قال إيه دي حقيقة بيتابع لأنه هو مهتم بشؤون بلده ويهمه أنه هو يطرفها اسمه بلده قبل أي اسم تاني محمد صلاح وطني جداً بالمناسبة وعشق لطراب مصر جداً بالمناسبة وعشق لأهل بلده قوي كمان في قريته فهو بيهتم بكور ده فبيزعل ده واحد التاني أن محمد صلاح عليه ضغطات شديدة جداً في إنجلترا على مستوى تجديد تعاقده مع ليفربول وهناك تسريبات طلعت من ليفربول على أهدت بيلي جريم أنا فاكر اسمه صحة في 90 ديئة الإنجليزية وقال أن في تسريبات طلعت من ملاك ليفربول بيقوله لمحمد صلاح قاله في جلسة معاه أنت شايف أنك تستحق 450 ألف سترليني أسبوعياً إحنا مش هنقدر ندفع هذا المبلغ لو عندك شخص آخر يدي لك هذا المبلغ من فضلك روح له ده التسريبات اللي بيقولوها طبعاً محمد صلاح شايف أن أنا من حقي أن أنا أتساوي بكريستان رونالدو ليه ما بقاش زي دي بروين في منشستر سيتي ليه ما أخدش نفس السعر وده حقه هو السنة دي أفضل لها في الدولة الإنجليزية من ربطة كتاب كرة القدم في إنجلترا أنا النهاردة بقى نافس على الكرة الذهبية أنا النهاردة آسون بيحاول يلحقه في ترتيبها الده في دولة الإنجليزية سوى لازال بيتصدر راح يلعب نهائي دورة أبطال أوروبا فمن حقه طبعاً صلاح أنه هو يطالب بده فطبعاً صلاح على مستوى تصريحاته لازم تلاقي بعض الثقة لازم يدي الثقة قدام الناس بنفسه لازم يتحدث عن محمد صلاح أنه هو يستحق الأفضل في العالم وقالها أنا حطيت 40 هدف أحرصت 40 هدف لموسمين اللي فات ما خدتش القرى الذهبية حالها هي الدهان السنة دي لو خدت دورة أبطال أوروبا ودورة الإنجليزية طبعاً بيسخر من اللي حصل معاً السنة اللي فاتت لأن الكل كان شايف أنه يستحق القرى الذهبية توقعاتك المتشر النهاردة لا مباراة صعبة جداً طبعاً تشيلسي رغم أنه بتاعد في الدورة الإنجليزية ولكن تشيلسي في المباراة المصيرية خاصة مع ليفربول مباراة صعبة جداً 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 على مستوى الفرقتين مش قادر أن أنا أتوقع راتيجتها ولكن رغبة ليفربول في إحراز أربع بطولات هذا الموسم كاس الربطة كاس الاتحاد دور الإنجليزي دور أبطال أوروبا دي الربعية التاريخية اللي بيكلم عنها يورجون كلوب أنه عايز يوصل لها فعندهم السنة دي دوافع كبيرة جداً أن هم يحصلوا على كاس الاتحاد عشان يضموا لسلسلة البطولات اللي عاوزين يفوزوا بها هذا الموسم وده اللي خلاها رأيه محمد صاحب مطشل لفاق بالمناسبة طبعاً ساد يوماني في أفضل حالاته نفسياً كمان وذهنياً فاعتمد عليه من أول المباراة أمام أستون فيلا وأحرز هدف ولا أحلى وفازوا به لكن النهاردة هيكون بالقوة الضربة وصلاح طبعاً هيقود التشكيل وبإذن الله لفربول يحقق البطولة يعني أي مكان الفائز دايماً في كاس الاتحاد الإنجليزي نتفرج على كرة ممتعة يعني إن شاء الله نتفرج على ده النهاردة